سلام سلام مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كام بصحة جيدة يا رب العالمين اليوم وصفة جديدة قصيرة وبزاف تساعدكم في هاد الشهر الفاضل ان شاء الله وهي تاجين الشوفلاء يجي بزاف ابنين وبمرقة بيضة هنا اول حاجة نسحقوها في الوصفة التعنا عندنا حبة بصل رحيتها هاكاخ ارقيقة شية جاج والحمص قرفة ملح وفلفل كحل هذا ما كان باش نديرو المرقة البيضة التعنا هنا في الطنجرة تاعي درت شوية هاذاك الحمع حبة بصل نقليهم مليح مليح باش نزيد عليهم التوابل هنا درت قرصة قرفة غير شوية وشوية ملح فاس كان بعد ندير الملح في شوفلق تاعنا سيبوسا ما دارش بزافة هنا وزيت شوية فلفل كحل نقليهم كيما قدكم تخبيا باش نزيد عليهم الماء ونمرقهم هنا بعد ما تقلى مليح الجاج تاعنا والبصل هنا نمرق بشوية مع قسم يطيب لنا هاذاك الجاج والحمص ونغلق عليه ونخليه تكوتي ونجي ودوك نديرو الشوفلق تاعنا بالنسبة لي شوف له انا ديت هنا نص راس فورتو بشوية ملح برك هكذا كنت نجي نفتو هكذا بالفرشيطة باكن نمحسو شوية من محسوش ملح بشوية لليلين بيوري جوز هكا يقعد لي في حبات نزيد عليهم حبة بصل صغيرة ونصر بيتها تعمى عدنوس من الداخل ونزيد عليهم زوج حبة بيض والتوابل اللي هما ملح ثوم بودرة مع شوية فلفل كحل وتانيت اربعة الى خمس ملاعق تاع الفارينا باش تولي كومين بات بنيي هاد شوف له تاعنا وبلا منساو شوية بجوريير ولا فروماج غابي اللي تحبوه انتو ما زيدوه باش يمدلنا البناء اللي بنيتاوانا هنا في هذه المرحلة درت الزيت يسخن ملاح هنا درت شفية فى المقلاة باش نشوفوا لا زيت سخن هنا لقيتوا زيت تاعي سخن دوك نحط هكا بالمغرفة برك نديروا قسم مغرفة عشاك فى باش نشكلوا لي بنيتاوانا ونخليهم يتحمروا حتى يديوا اللون اللي تحبوه انتو ما نحيوهم باش نكملوا الوصفة كيف كيف ان شاء الله وبالنسبة لهذا الوصفة تقدروا تقدموها مع اسا لتعاول كمانا هكا بالمرقة البيضة وتجيب زاف خفيفة وبنينة سخطوا مع هذك البصل اللي قدرنا هكذا كخضر من الداخل هذك يمدلها بالنم خالفة يجيب زاف بنينة ننصحكم بها وللحقتوا الى هنا قلكم ما تنسوش تدعموني بجام وكومنتر هذيش جاني بزاف بزاف ولأول مرة تشوفوا القناة ان شاء الله تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس هذي شرف ليه ايا البنات اي واحدة شافت الفيديو تاريهم حبيتها تخلي جام وكومنتر باش نشوف شكون اللي راه يشوف الفيديو وربي يقدرني باش نكون دايما في المستوى بالنسبة لهذا المرحلة فهي اختيارية ولا حبيتوا تديرو لبنينة شوف لغتاحكم داخل مرقة كما نديروهم يجيب زاف بنينة بسك هيتشربوا بنت المرقة دي راكتمو هكذا ولما حبيتش تديري هكذا ديري دي راكتمو لبنينة شوف لغتاحكم في طبق التقديم وحطوا عليهم هذيك المرقة والجاج مع الحمص للتزيين ويجي الطبق بزاف هاي البخيزنتابل وشباب والبنينة ما نحكي لكمش ونقول لكم بساحتكم العفانس ولا سيتو هاد الطبق وان شاء الله هاد الطبق يقدر يساعدكم يمدلكم افكار في الايام اللي بقتلنا من رمضان هنا بعد ما وجد معنا كلش حطيت لكم الطابلة بسح ما شاركش معكم الوصفات الاخرين شاركت غير هاد طبق تا شوف لها كطبق رئيسي جي بزاف بزاف ابنين وان شاء الله هاتو متاني تسيواهو ينجح معكم يجي ينحي على القلب وما تنسوش عصا تعلقها رسم مع الاخر يزيد لوب بنا على بنا ان شاء الله هاد الفيديو التالي يمتجا تخفيفة ضريفة على قلوبكم ومبدأت لكم افكار كما نقولكم دايما انتلاقاوا في فيديوها جاية ان شاء الله وما تبخلونيش برجام وتعليق تاعكم ليشجعني ويحفزني ونقول لكم مع السلامة وطالب بزاف 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 في صحتكم وفي اروحكم بسلامة اشتركوا في القناة